منذ أن كنا صغاراً اعتدنا على رؤية أنواع مختلفة من الحيوانات في الأماكن التي نعيش بها وحتى على التلفاز هذه الحيوانات يمكن أن نسميها الحيوانات المعروفة أو الحيوانات المعتادة ولكن لأن مملكة الحيوانات متسعة للغاية يتم اكتشاف كائنات جديدة كل يوم تقريباً وإليكم عشرة حيوانات لن تصدق أنها تعيش على سطح الأرض يقتصر وجود هذه السمكة في مياه نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية ويعتبر مظهر هذه السمكة الشبيهة بأسماك البرانا طبيعياً من الخارج ولكن عند فتح فمها نجد أن لها أسنان عجيبة تشبه أسنان الإنسان إلى حد كبير للغاية لكن من حسن حظنا أن تلك السمكة تتغذى بشكل أساسي على النباتات ونادراً على الأسماك الأخرى الخلدوذ الأنف النجمي يعرف الخلدوذ الأنف النجمي بأنه أغرب الحيوانات القاتلة من ناحية الشكل حيث أنه يشبه خليطاً بين الأخطبوط والفأر ويمتلك الخلدوذ الأنف النجمي حاسة شم تعتبر من ضمن الأروع والأقوى في مملكة الحيوانات يعيش الخلدوذ الأنف النجمي تحت الأرض ويعتمد على حستي الشمس واللمس لتحديد اتجاهه والبحث عن الطعام وتصل قوة أنف ذلك الخلد إلى إمكانية اكتشاف وجود ذرة ملح ويتغذى على الأسماك الصغيرة والديدان والحشرات القرش العفريت القرش العفريت هو جزء من سلالة تعود إلى ما يزيد على 125 مليون سنة ويطلق عليها الحفريات الحية تحت البحر يعتبر القرش العفريت كائنا شديدا ندرة من بين القروش التي تعيش في أعماق البحر ويتميز بجلده ذو اللون الوردي وأسنانه التي تشبه المسامير مما يساعده على افتراس فرائسه بقدمة واحدة ولحسن حظنا كبشر يعيش القرش العفريت في البحر تحت أعماق سحيقة بعيدة جدا عن السطح ولذلك لا يشكل لنا أي خطر أبو مركوب أبو مركوب هو طائر شبيه بطائر اللقلق وله منقار شبيه بالحذاء يتميز هذا الطائر بطوله الذي يتراوح بين 43 و 55 بوصة ويعيش بشكل أساسي في أفريقيا بالإضافة إلى تواجده بشكل أقل في أوروبا نتيجة لنقله من قبل الرحالة والصيادين الغريب أن هناك الكثير من الأشخاص حول العالم يفضلون تربية طائر أبو مركوب كحيوان أليف جامبر المانتس جامبر المانتس هو من أكثر الحيوانات التي يمكن أن تلفت نظر الإنسان حيث أنه أكثر أنواع الجامبر المعروفة جمالا ومن بين أكثرها سمية يتميز جامبر المانتس بأنه يمتلك 16 خلية مستقبلة للضوء يستخدمها في الرؤية بينما لا يمتلك الإنسان سوى ثلاثة فقط وقشرته الخارجية قوية للغاية لدرجة جعلت الجيوش تقوم بدراسة البناء الخلوي لها لمعرفة مدى إمكانية تقليدها لصناعة الدروع الواقية للجسم كما أن أطرافه الأمامية قوية للغاية لدرجة تجعل سرعته تبلغ سرعة رصاصة منطلقة من بندقية وبذلك يستطيع تحطيم فريسته بقوة تبلغ 1500 نيوتون عادة يتم الاحتفاظ بجامبر المانتس في أحواض ماء مستقلة لأنه يقوم بقتل أي حيوان آخر يضع معه في نفس الحوض ويقوم بمحاولة تحطيم الحوض الحاولة الأكاب بالرغم من أن حيوان الأكاب يمتلك نفس الخطوط الموجودة في الحمار الوحشي إلا أنه ينتمي إلى فصيلة الزراف ينحدر هذا الحيوان من الغابات الاستوائية في وسط أفريقيا وهو حيوان سريع وكثير الحركة ويستطيع السمع من على بعد أميال لم يتم اكتشاف حيوان الأكاب سوى عام 1900 عندما تمكن أحد الصيادين من استياده سمكة الخفاش ذات الشفاه الحمراء يشبه مظهر سمكة الخفاش ذات الشفاه الحمراء ضفضاعة تضع أحمر شفاه لا تستطيع هذه السمكة السباحة بشكل جيد وتعتمد على المشي باستخدام زعانفها الصدرية للتنقل في قاع المحيط وتعيش في سواحل البيرو وجزر جالباغوس وتتغذات الك السمكة على سرطان البحر والجنبري والأسماك الصغيرة الأخرى آيهاي دائما ما يجذب حيوان آيهاي أنظار البشر بمظهره الغريب بسبب امتلاكه لعينين مميزتين عملاقتين يعيش هذا الحيوان في مدى غشقر وينتمي إلى الثديات العليا التي ينتمي إليها أيضاً القرد والشامبانزي والإنسان يعيش هذا الحيوان الليلي بشكل رئيسي على الأشجار ومن النادر أن ينزل إلى الأرض وهو حيوان سيء الحظ حيث غالباً ما يتم قتله بواسطة البشر عند رؤيته في الغابة سمكة الذئب يطلق على هذه السمكة العديد من الأسماء مثل المستذئب ذئب البحر سمكة الشيطان والعديد من الأسماء المثيرة الأخرى تمتلك سمكة الذئب فكاً مرعباً يحتوي على الكثير من الأسنان الحادة عند رؤية تلك الأسنان قد تظن أنها مثالية لافتراس الأسماك الأخرى والحيوانات البحرية لكنها في الواقع تتغذى بشكل أساسي على الرخويات والقشريات سمكة الفقاعة تعتبر سمكة الفقاعة إحدى أقبح الحيوانات البحرية على الإطلاق فهي تبدو مثل المخلوقات التي تظهر في أفلام الرعب وتعيش تلك السمكة في أعماق البحار وتوجد في سواحل أستراليا ونيوزيلندا وتازمينيا تزيد كثافة جسم سمكة الفقاعة بشكل بسيط عن كثافة الماء مما يجعلها تتحمل الضغط العالي في الأعماق كما أنها لا تستطيع الطفوة فوق سطح الماء بسهولة وكذلك لا يحتوي جسدها على الكثير من العضلات إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك وبتعليق يحفزنا وللمزيد اشترك الأهن ترجمة نانسي قنقر